في سؤال رقم 2 طلب منكم عدل التنشيط والتخميل لمتمن أشغل 1 مع استخراج الأفعال نذهب إلى متمن لأشغل رقم 1 كما تلاحظون متمن إعادة المراحل نسميه متمن تعاقب أو بالضبط إعادة المراحل نبدأ في مرحلة X10 في التنشيط تنشيطها المرحلة القبلية والتي هي X14 مرفوقة بشرط انتقال وهو X1B أو X20 معناتها في حالة وجود خلل في حالة وجود خلل تعلمون أن المتمن الأمن يرسل إشارة ينشط مراحل ابتدائي لكل أشغلات ويخمل باقي المراحل إذن X20 تدخل في المرحلة الابتدائية فقط في حالة تنشيط وباقي المراحل في حالة التخميل ركزوا جيداً كذلك تلاحظون F102350 موجودة في مرحلة X20 لذلك نضع X20 لو يعطيك متمن أمن يحتوي على ثلاث مراحل X20, X201, X203 وأصلة جيبياً موجودة في X201 في هذه الحالة نكتب زائد X201 فحذاري حذاري حذاري لاحظوا متمن الأمن جيداً نكمل معادلة التنشيط والتخميل بالنسبة لمرحلة عشرة تخملها المرحلة البعضية وتلاحظون أنها توجد إلا مرحلة واحدة والتي هي X11 أما الأفعال لا توجد أفعال في المرحلة الابتدائية لذلك نضع slash نذهب إلى مرحلة 11 مرحلة 11 تنشطها المراحل القبلية لاحظوا معي جيداً هناك فرعين الفرع الأول آتي من مرحلة عشرة والفرع الثاني آتي من مرحلة ثلاثة عشرة إذن X11 تنشطها X10 في X1 في X104 أو لأنه تعاقب أو أو X13 في شرط الانتقال دي باع أما التخميل فتخملها المرحلة البعضية والتي هي X12 أو في حالة وجود خلال X20 أما الأفعال يوجد في علينا الملامس 1 والملامس 2 نذهب إلى مرحلة 12 مرحلة 12 تنشطها المرحلة قبلية X11 مرفوقة بالشرط B وتخملها المرحلة البعضية X13 أو في حالة وجود خلال X20 الأفعال توجد أربع أفعال ملامس كأم واحد كأم اثنين وكأوذي إلكتروفان ومؤجلة T أما مرحلة 13 تنشطها مرحلة X12 مرفوقة بشاط انتهاء الزمن تأجيل T وتخملها المرحلة البعضية لاحظوا جيدا هناك مرحلتين المرحلة الأولى هي X14 والمرحلة الأولى لاحظوا السهم تخملها X11 إذن معادلة التخميل تساوي X14 زيد X11 زيد X20 أما الأفعال لا توجد وآخر مرحلة تنشطها مرحلة 13 مرفوقة بشرط D وتخملها المرحلة البعضية والتي هي مرحلة ابتدائية X10 أو زيد X20 ترجمة نانسي قنع